بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمية 22 ماكن معلمتكم العنود الاعتابين ورحب بأستاذ رغة الإشارة عادة لسويل بإذن الله اليوم سنستكمل حرارة التكوين القياسية واليوم سيكون عن استعمال حرارة التكوين القياسية نحن في الباب الثاني في الدرس الأخير من هو حساب التغير في المحتوى الحراري تعلمنا في الحصة الماضية حرارة التكوين القياسية وأيضا مصدر حرارة التكوين اليوم استعمال حرارة التكوين القياسية الخلاصة وحل أسئلة التقوين أيضا كيف تعمل الأشياء مختبر الكيمياء قياس السعرات الحرارية إذن الدرس الرابع بعنوان حساب التغير في المحتوى الحراري قلنا الفكرة الرئيسة فيه يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الكيميائية باستعمال قانون وهو قانون هس حققنا الهدف الأول والثاني والثالث اليوم بإذن الله سنكمل الهدف الرابع وهو نحسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل باستعمال بيانات حرارة التفاعل القياسية مراجعة المفردات التآصل وهي ظاهرة وجود شكل أو شكلين لمركبة لعنصر معين في حالة فيزيائية محددة مثل لدينا الألماس والغرافيت مفرداتنا الجديدة سنكمل مفرداتنا السابقة وهي حرارة التكوين القياسي لأنه استكمال للدرس السابق إذن استعمال حرارة التكوين القياسية تستعمل حرارة التكوين القياسية في حساب حرارة التفاعل التي أسميناها دلتا اتش نوت ار اكسن لكثير من التفاعلات لكن في الظروف القياسية بما أننا استخدمنا النوت فهي الظروف القياسية أيضا باستعمال قانون هس لنفرض أننا نريد حساب حرارة التكوين القياسية لتفاعل ينتج سادس فلوريد الكبريت سادس فلوريد الكبريت نريد حساب حرارة التكوين حرارة التفاعل له وهو غاز مستقر طبعا سادس فلوريد الكبريت هو غاز مستقر هو أيضا غير نشط له تطبيقات مهمة في مجال الكيميا من ضمن التطبيقات لدي هذا التطبيق حيث استعمل سادس فلوريد الكبريت في الحفر على الرقائق في السيليكون في إنتاج للأجهزة شبه الموصلة تعد أشباه الموصلات كذلك أجزاء مهمة في الأجهزة الكهربائية الإلكترونية الحديثة من ضمنها الحواسيب والهواتف الخلوية ومشغلات الـ MP3 وغيرها إذن الخطوة الأولى سنرجع إلى الجدول 5-2 هذا هو الجدول 5-2 تطرقنا إليه سابقا لنجد معادلة تفاعل تكوين كل من المركبات الثلاثة في معادلة التفاعل المراد حساب حرارته القياسية لها لاحظ لدي المعادلة كيبرتيد الهيدروجين الفلور وفلوريد الهيدروجين وسادس فلوريد الكيبريت لاحظ معي هذه هي معادلة الأولى لكيبرتيد الهيدروجين وهنا المعادلة الثانية لفلوريد الهيدروجين والمعادلة الثالثة لسادس فلوريد الهيدروجين إذن لنقوم بوضعها فوق بعضها البعض لدينا هذه المعادلات سنأخذها كلها ونرتبها بالترتيب لدينا المعادلة A وB وC انظر إليها من موجود في المتفاعلات ومن موجود في النواتج حتى تريد حتى تقوم بالحساب من ستعكسها ومن ستظر في عدد مولات معينة إذن نابد أن نتطرق إليها بشكل مفصل إذن المطلوب لديه هو الدلتا اتش نوت RXN نريد حساب وهذه هي المعادلات الثلاثة وأيضا حرارة التكوين القياسية الخاصة فيها انظر الآن إلى فلوريد الهيدروجين في المعادلة A موجود من ضمن النواتج وفي المعادلة الأساسية موجود من ضمن النواتج إذن هنا لا عليها غبار لاحظ سادس فلوريد الكبريد أيضا موجود في B من ضمن النواتج وفي المعادلة الأساسية أيضا موجود من ضمن النواتج إذن هنا لا مشكلة لدينا لكن كبريد الهيدروجين لاحظ هنا في المعادلة C موجود من ضمن النواتج ولكن في المعادلة الأساسية موجود من ضمن المتفاعلات إذن هذه هي المعادلة التي سنقوم بعكسها حتى نضعه في المتفاعلات إذن الخطوة الثانية المعادلتان أي وبي تصفان تكون الناتجان فلوريد الهيدروجين وسادس فلوريد الكبريت في معادرة التفاعل المراد حساب حرارتها القياسية لها إذن سنستعملها كما هي إذن هنا سنستعملها كما هي بالنسبة لي C تصف تكون كبريتيد الهيدروجين ولكنه هو أحد المواد المتفاعلة في المعادلة الأساسية لذلك سنعكس المعادلة C ثم سنغير إشارتها الحرارة لها إذن قمنا الآن بالعكس وضعناها في منضم المتفاعلات وأيضا غيرنا الإشارة في الحرارة التكوين القياسية بعد ذلك نضع المعادلة الأساسية مرة أخرى لاحظ هنا في المعادلة الأساسية يوجد لدي 2 مول من فلوريد الهيدروجين إذن سنحتاج إلى 2 مول من فلوريد الهيدروجين إذن سنعود للمعادلة التي فيها فلوريد الهيدروجين ونقوم بضربها في 2 إذن هذه هي المعادلة الأساسية انظر أين يوجد فلوريد الهيدروجين لاحظ 2 مول إذن يوجد في المعادلة A إذن سنقوم بضرب المعادلة كلها في 2 وبالتالي سنضرب أيضا حرارة التكوين في 2 إذن سنقوم بالضرب قمنا بالضرب عندما أقوم بالضرب هنا 2 ستختصر مع 2 هنا وأيضا ستختصر هنا سيوضع الـ 2 إذن سيعطيني هنا الهيدروجين والفلور بشكل غازي والناتج سيكون 2 فلوريدو الهيدروجين بالنسبة للحرارة التكوين القياسية ستكون ضرب 2 إذن سنضع نفس الإشارة ونضربها في 2 سيعطيني 546 كيلوجول إذن هذه هي المعادلة A وأيضا انتهينا من المعادلة C الخطوة الثالثة أو الرابع عفوا نجمع المعادلات الثلاث كلها نجمعها ونجمع أيضا قيم حرارة التكوين القياسية لاحظ سيكون هناك اختصارات ما بينها ثم هنا سيكون المتفاعل الأول لاحظ هنا 1 مول من الفلور وهنا 3 مول من الفلور سأقوم بجمعها حتى تعطيني 4 مول من الفلور حتى يطابق المعادلة الأساسية ثم نضع بعد ذلك السهم هنا النواتج إذن سأقوم بوضع المعادلة الناتج الأول من ضمن النواتج عفوا الناتج الأول وهو 2 مول من فلوريد الهيدروجين والناتج الثاني هو سادس فلوريد الكبريت بعد ذلك ننتقل إلى حرارة التكوين القياسية سنقوم بجمعها طبعا ننتبه للإشارات لا بد أن ننتبه للإشارات وهنا موجب سيكون الناتج سالب 1745 كيلوجول وبالتالي قمنا بحساب حرارة التكوين لهذا التفاعل إذن يمكن تلخيص خطوات حساب حرارة التفاعل القياسية بالصيغة أدنى نستطيع عملها كما قمنا بها سابقا بالخطوات نقوم بعكس المعادلات نقوم بعكس الإشارات لكن هنا طريقة أخرى وهي معادلة التجميع معادلة التجميع حيث أن دلتا اتش نوت أر اكسين تساوي سيغما دلتا اتش نوت F لنواتج ناقص سيغما دلتا اتش نوت للمتفاعلات إذن هنا دلتا اتش نوت أر اكسين تمثل حرارة التفاعل القياسية لكن السيغما معروفة أنها تمثل مجموع الحدود تمثل مجموع الحدود إذن هنا ستكون للنواتج هنا ستكون للمتفاعلات إذن نستطيع كتابتها حتى يسهل للبعض بهذه الطريقة إذن تساوي سيغما حرارة التكوين للنواتج ناقص سيغما حرارة التكوين القياسية للمتفاعلات بالتالي نستطيع حسابها بهذا الشكل دون أن نتطرق للتفاعلات نفسها يعني نستطيع حسابها بالأرقام فقط لاحظ معي انظر كيف تطبق هذه الصيغة على تفاعل كبريتيد الهيدروجين مع الفلور لاحظ إذن هنا سيكون سيغما حرارة التكوين القياسية للنواتج أين هي النواتج؟ لاحظ فلوريد الهيدروجين وسادس فلوريد الكبريت طبعا هنا سيكون عدد المولات ستضرب في القيمة هنا واحد إذن لا نكتب شيء لاحظ هنا ناقص سيغما حرارة التكوين القياسية للمتفاعلات إذن لاحظ ما هي المتفاعلات؟ H2S وأيضا أربعة مول من حرارة التكوين الخاصة بالفلور هذه هي الأرقام بالنسبة للنواتج وهنا بالنسبة للمتفاعلات نقف قليلا هنا الفلور كم حرارة التكوين القياسية له بحال الغازية؟ 0 أحسنتم إذن لأنه في الحال الغازية ستكون حرارة التكوين القياسية له تساوي 0 وهو من ضمن المتفاعلات إذن نقوم بعد ذلك بالتعويض المباشر لا ننسى الإشارات لا ننسى عدد المولات طبعا هنا سالب في السالب سيعطيني موجة بعد ذلك نقوم بجمعها في النهاية لاحظ أن الفلور هنا كتبت بالصفر بعد ذلك يعطينا الناتج النهائي ولو قارنت بينه وبينه النتيجة التي حصلنا عليها قبل أقل ستجد أنها هي نفسها سالب 1745 كيلوجول مثال 6-2 لديك في الكتاب المدرسي استعمل حرارة التكوين القياسية لحساب لتفاعل احتراق الميثان احتراق الميثان الهيدروكربونات بالشكل العام عندها احتراقها تعطيني ثاني أكسيد الكربون والماء طبعا لأن هنا الميثان فالميثان ذرة كربونة واحدة ستعطيني مول واحد من ثاني أكسيد الكربون والناتج أيضا ناتج ثانوي وهو الماء 2 مول من الماء نلاحظ هنا طبعا لابد أن تكتب في حالة موزونة ونكتب أيضا الحالة الفيزيائية لها لنرى الآن تحليل المسألة ما هي المعلومات الموجودة لدينا لديك المعادلة المطلوب أن تحسب التغير في المحتوى الحراري طبعا بإمكاننا نستعمل هذه العلاقة الرياضية بشكل مباشر كيف سنقوم بالحساب حرارة القياسية للميثان؟ طبعا المطلوب عندي حرارة تكوين بالكيلوجول لاحظ هنا 2 مول أيضا لا ننسى أن نضرب عدد المولات وأيضا هنا 2 مول إذن سنحتاج الضرب في 2 إذن يتم ضرب القيمة للماء في 2 وللأكسوجين في 2 طبعا سيكون المعطيات تعطى لك من جداول حرارة التكوين فهنا لدينا لثاني أكسيد الكربون سالب 394 للماء سالب 286 للميثان سالب 75 وللأكسوجين بما أنه في الحالة الغازية سيساوي الصفر نستعمل العلاقة الرياضية نكتب العلاقة الرياضية سيغما ومجموع حرارة تكوين القياسية للنواتج ناقص مجموع حرارة تكوين القياسية للمتفاعلات سترى الآن أين هي المتفاعلات هذه هي أين هي النواتج هذه هي إذن نبدأ هنا في النواتج بعد ذلك نقوم بطرحها لاحظ معي هنا الثاني أكسيد الكربون هنا الماء لا ننسى الضرب في اثنين بعد ذلك ناقص حسب القانون ناقص الإشارة بعد ذلك المتفاعلات سيعطيني الميثان طبعا واحد مول من الميثان هنا اثنين مول من الأكسوجين ثم نقوم بالتعويض مباشرة إذن ثاني أكسيد الكربون قلنا تساوي سالب 394 كيلوجود الماء اثنين ضرب القيمة السالب 286 هنا ناقص أساسية أساسا في القانون بالنسبة للميثان السالب 75 هنا اثنين ضرب الصفر سيعطيني أساسا صفر بعد ذلك نقوم بعملية حسابية عادية لاحظة الإشارات لدي هنا الإشارات لا ننساها ستعطيني القيمة في النهاية سالب 891 كيلوجول لو قارنت في الجدول الموجود لديك في الكتاب المدرسي ستشاهد أنه نفس القيمة سالب 891 كيلوجول هذا هو غاز الميثان موجود لديك القيمة في الكتاب هذه هي إذن بنفس القيمة استخرجناها مسألة تدريبية بيّن كيف أن مجموع معادلات حرارة التكوين القياسية يعطي كل من التفاعلات الآتية لاحظ دون البحث عن قيم هنا العكس دون البحث عن قيم الدلتاج فهو يريدها فقط كمعادلات إذن لا نبحث عن قيم الدلتاج لنرى الآن المعادلة 2 مول من أكسيد النيتروجين مع 1 مول من الأكسوجين بحالة غازية يعطيني 2 مول من ثاني أكسيد النيتروجين لاحظ هنا هذا هو متفاعل إذن معادلة تكوينه ستكون نيتروجين زائد أكسوجين يعطيني 2 مول من N-O إذن هنا يتم عكس المعادلة لأنها ضمن المتفاعلات وليس النواتج إذن هذه نعكسها الثانية معادلة تكوين ثاني أكسيد النيتروجين لاحظوا نحتاج هنا 2 مول من الأكسوجين سيعطيني طبعا لازم تكون المعادلات موزونة سيعطيني 2 مول من ثاني أكسيد النيتروجين إذن هنا من ضمن النواتج إذن من ضمن النواتج والمعادلة الأساسية من ضمن النواتج إذن لا غبر عليها فقط نقوم بعكس المعادلة الأولى نجمع المعادلتين بعد عكس المعادلة الأولى سيعطيني هنا ستكون موجودة إذن 2NO زائد النيتروجين زائد الأكسوجين نقوم هنا بالجمع في النواتج 2 بعد ذلك الأكسوجين ثم الناتج النهائي 2NO2 من المتكرر ومن سنشطب من المتكرر لدينا النيتروجين في النواتج متفاعلات لدينا هنا واحد من الأكسوجين وهنا واحد من الأكسوجين إذن سيعطيني القيمة النهائية هي 2NO واحد من الأكسوجين وهنا تبقى لدي 2NO2 إذن هذه هي النتيجة النهائية وهو المطلوب بدون حساب قيم الدلتاج إذن خلاصتنا لهذا الدرس يمكن حساب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل بجمع معادلتين كيميائيتين حراريتين أو أكثر من معادلتين مع كذلك تغيرات المحتوى الحراري لها بالنسبة لحرارة التكوين القياسي للمركبات تحدد مقارنا بحرارة التكوين لعناصرها ولكن ستكون شروطها في الحالة القياسية التقوين موضح المقصود بقانون هس كيف يستعمل لإيجاد حرارة التفاعل قانون هس ينص على أنه إذا كان مجموع معادلتين أو أكثر يساوي معادلة كلية عندئذ ستكون حرارة التفاعل مساوية لمجموع قيم حرارة التفاعل التي دمجت اشرح بالكلمات الصيغة التي يمكن استعمالها لإيجاد حرارة التفاعل عند استعمال قانون هس طبعا تتكون المعادلة الرياضية التي تعرفنا عليها قبل قليل هي المحتوى الحراري طبعا التفاعل سيكون في الظروف القياسية الضغط الجوي واحد الحرارة ستكون 298 أو 25 زاد 273 يساوي مجموع حرارة التكوين القياسي للنواتج ناقص مجموع حرارة التكوين القياسي للمتفاعلات بعد ذلك الصف كيف تعرف العناصر في حالتها القياسية على تدريج حرارة التكوين القياسية تعطى لهم حرارة التكوين تساوي صفر غالبا ستكون تساوي صفر تفحص البيانات في الجدول 5-2 5-2 هذا هو ماذا يمكن أن نستنتج عن ثبات أو استقرار المركبات المذكورة مقارنة بالعناصر في حالتها القياسية ستذكر أن ثبات الثبات والاستقرار يرتبط مع الطاقة المنخفضة طبعا جميعها ستكون ثابتة أكثر ثبات من العناصر التي تكونت منها أيضا حساب استعمل القانون هس لإيجاد دلتا اتش للتفاعل التالي لدينا هذا التفاعل وهو تكوين ثاني أكسيدون نيتروجين ولدينا ثلاث معادلات لهذا التفاعل سنستعمل هذه المعادلات نلقي نظرها الآن عليها لاحظ في المعادلة الثانية هنا تكون من ضمن المتفاعلات وهنا أيضا من ضمن المتفاعلات لكن هنا مضروبة في اثنين وهنا مضروبة في واحد إذن سنحتاج أن نضرب هذه المعادلة في اثنين إذن لابد أن نضرب المعادلة الثالثة في اثنين كذلك نضرب الدلتا اتش في اثنين إذن نقوم بالضرب ضربنا في اثنين بعد ذلك الدلتا اتش أيضا تضرب في اثنين سيعطيني سالب 398 ننتقل لي الجزء هذا من التفاعل هنا نعكس المعادلة الثانية ونغير الإشارة حتى يعطيني الأوزون أو الأو ثري ثم نعكس الإشارة لاحظ هنا كانت سالبة أصبحت هنا موجبة التفاعل الثاني لاحظ معي سيعطيني طبعا نعكس المعادلة الأولى أيضا سنغير الإشارة حتى يعطيني الأكسوجين الأو تو أيضا نعكس الإشارة هنا كانت موجبة ستعطيني الإشارة سالبة ثم بعد ذلك نقوم بجمع الثلاث معادلات معا لاحظ من سيشطب مع من من متكرر انظر هنا الأو ثري مع الأو ثري هنا أيضا اثنين من الأكسوجين هنا لدي ثلاثة إذن سيحذف هنا حتى يصبح ثلاثة مع ثلاثة يتبقى لدي الأو ثنين مول منه يتبقى لدي أيضا تو تو أو ويتبقى لدي كذلك تو أن أو تو إذن هذه هي المعادلة المطلوبة بقي لدينا الحساب سنقوم بوضع الأرقام الخاصة بالحرارة التفاعل ثم بعد ذلك نقوم بجمعها ننتبه للإشارات سيعطيني في النهاية سالب 466 كيلو جول وهذه هي النتيجة النهائية أيضا تمثل المعادلة الناتجة وقيمة الدلتا اتش بحساب عساس أنها ثنين مول ونحن قلنا لابد أن نبسطها أكثر فنقوم بالقسمة على اثنين إذن نقوم بالقسمة المعادلة كلها حتى الحرارة التكوين ستكون بالقسمة على اثنين هنا سيعطيني الناتج تشطب اثنين مع اثنين هنا اثنين ستنبسطها ستعطيني كلها مول واحد بالنسبة لحرارة التفاعل سيعطيني بالقسمة على اثنين الناتج النهائي سيكون سالب 233 وهي نص القيمة كيلو جول ننتقل الآن إلى كيف تعمل الأشياء لاحظ هنا صورة فتحة بنزين في السيارة المركبات ذات المرونة في استعمال الوقود قد لا تزودنا محطات الوقود في المستقبل غير البعيد بأنواع من القازولين فقد تستبدل بسيارات كهربائية لكنها أيضا ستضخ وقود يسمى A85 يمكن استعمال هذا الوقود في المركبات ذات المرونة في استعمال المركبات ذات المرونة في استعمال الوقود مسميه FFV والفرق بين هذا النوع من المركبات والمركبات التقليدية أن المركبات التقليدية ستكون نسبة الغازولين فيه 100% أو على خليطة تكون من 10% من الإيثانول و90% من القازولين في حين تعمل مركبات الـ FFV على أنواع وقود تعمل بها المركبات التقليدية ستكون بمسمى A85 يحتوي على 85% منه قحول يتميز هذا الوقود بعدم اعتماده على الوقود الاحفوري بنسبة عالية بإمكان الوقود الاحفوري ينتهي في يوم من الأيام لحظ أيضا معي هذه الصورة ستكون هنا مصدر متجدد للوقود 15% من حجمه غازولين 85% سيكون إيثانول الإيثانول طبعا وقود متجدد يمكن إنتاجه في المنزل بالنسبة للفقرة الثانية فائدة بيئية يقلل الاحتراق من إطلاق غازات في الجو ممكن هذه الغازات تؤدي إلى الاحتباس الحراري بالنسبة للفقرة الثالثة متطلبات الاحتراق عندما يحترق محرك الـ FFE يحرق هذه القيمة أو المركب اللي هو A85 يحتاج إلى خليط أغنى مثلا وقود أكثر وهواء أقل من حجمه ماثل من القازولين إذن الخطوة الرابعة سيكون منع التلف منع التلف محتوى الإيثانول عالي لدرجة أنه يطلف بعض المواد المستعملة في المركبات التقليدية أو مركبات التقليدية لذلك يصنع خزان وقود الـ FFE من فلاذ الذي لا يصدع هنا أيضا لدينا أنا ببقود تصنع من الفلاذ الذي لا يصدع أو تكون مبطنة بمواد لا تتفاعل حتى تمنع التلف لدينا فقرة أيضا في الكتاب في هذه الصفحة الكتابة في الكيميا السؤال يقول اكتب معادلات كيميائية حرارية تمثل الاحتراق الكامل لكل من 1 مول من الأكتان وهو أحد مكونات البنزين طبعا 1 مول من الإيثانول أيضا لدينا حرارة التكوين لكل من المركبين أيهما السؤال الأول أيهما يطلق كمية أكبر من الطاقة لكل 1 مول من الوقود وأيهما يطلق كمية أكبر من الطاقة لكل 1 كيلو جرام من الوقود طبعا حرارة أو معادلة احتراق الإيثانول ستكون الإيثانول احتراق إذن وجود لابد من وجود الأكسجين يعطيني ثاني أكسجيدي الكاربون يعطيني الماء طبعا الحرارة معطاها لي أساسا وهي 1367 سالب 1367 كيلو جول هنا لاحظ احتراق الأوكتان هذا هو الأوكتان لاحظ استخدمت هنا 12 مول ونص من الأكسجين سيعطيني ثاني أكسيدي الكاربون وسيعطيني أيضا الماء لكن لاحظ هنا المولات تكون طبعا بالنسبة للأوكتان لأن حجمه أكبر من حجم الإيثانول إذن سيحتاج إلى مولات لاحظ هنا 13.5 إذن سيحتاج مولات أكثر يعطيني أيضا مولات أكثر من النواتج على أنها نفس النواتج ستكون لكن المولات ستكون أكبر لاحظ أيضا هنا القيمة سالب 1367 بالنسبة للأوكتان ستكون سالب 5471 إذن هي قيمة أكثر من إذن من يطلق أكثر طاقة في السؤال يقول يطلق الأوكتان طاقة أكثر لكل مول طبعا لأن القيمة له أكثر الكتلة المولية لإيثانول هي 46.07 إذن ستعطيني القيمة 29670 كيلوجول لكل كيلو جرام طبعا عندما قام بالتحويل نقوم بالتحويل بين الجرام إلى الكيلو جرام نقسم على ألف أيضا القيمة الأخرى الكتلة المولية للأكتان هي 114.23 إذن سيعطيني عندما أقوم بالقسمة على كتلة ستعطيني 47890 كيلوجول لكل كيلو جرام إذن الأكتان يطلق كمية أكبر من الطاقة لكل كيلو جرام عندما تقوم بالمقارنة بين الأرقاء أخيرا ننتقل إلى مختبر الكيمياء مختبر الكيمياء لقياس السعرات الحرارية لدينا شريحة بطاطس نقوم بإحراقها تقوم بعمل هذه التجربة مع المعلم أو المعلمة لا تجرى هذه التجربة بمفردك الخلفية العلمية يطلق حرق شريحة بطاطس الحرارة المختزنة في المواد الموجودة في الشريحة استعمل المسعر لتجد الكمية التقربية للطاقة الموجودة في شريحة بطاطس واحدة سؤال المطروح معدد السعرات في شريحة البطاطس طبعا المواد شريحة بطاطس كبيرة أو أي طعام خفيف مشابه يفضل البطاطس فقط كأس سعته 250 ملي لابد أن تكون الكؤوس مناسبة لاستعمال في التجارب مخبار مدرج سعته 100 ملي طبق تبخير مقياس حرارة غير زئبقي حامل معدني مع حلقة هذا هو الحامل المعدني موجودة لدينا في الصورة أو أيضا مع حلقة أيضا شبكة تسخين أعواد ثقاب ساق تحريك وميزة لابد من إجراءات السلامة القفزات النظارات وما إلى ذلك طبعا بعض الأشياء الساخنة قد لا تبدو ساخنة إذن نقوم بالانتباه لهذه الأشياء أيضا لا تسخن أواني زيولوجية مكسورة أو جزء منها مكسور أو متصدعة بالنسبة للفتيات لابد أن نربط الشعر إلى الخلف كذلك لا نأكل أي نوع بطاطس في المختبر في هذه التجربة بالنسبة لخطوات العمل لابد أن يكون لدينا بطاقة السلامة نملأها هذا واحد اثنين هنا يبدأ العمل قس كتلة شريحة البطاطس طبعا عندنا ميزان سنسجله في جدول البيانات بعد ذلك نضع شريحة البطاطس في الصحن التبخير على القاعدة الفلزية لحامل الحلقة ثم ثبت الحلقة وشبكة التسخين لابد أن يساعدك المعلم والمعلمة بحيث تكون على ارتفاع تقريبا 10 سنتيمتر فوق شريحة البطاطس رقم 4 قس كتلة كأس سعتها 250 ملي فارغة لاحظ فارغة قبل وبعد حتى نضع فيها المادة ثم بعد ذلك نقيسها بعد ذلك إذن لابد أن نقيسها فارغة ثم استعمل المخبار المدرج لقياس 50 ملي من الماء وصبه في الكأس نقيس بعد ذلك كتلة الكأس والماء ونسجلها ثم قس فقرة 6 وسجل درجة الحرارة الأولية للماء 7 ضع الكأس على شبكة التسخين على الحامل الحلقي ثم هنا أشعي شريحة البطاطس أسفل الكأس بعد ذلك نحرك الماء في الكأس بلطف أثناء احتراق الشريحة نقيس أعلى درجة حرارة يصل إليها الماء ونسجلها ثم لابد من التخلص من النفايات نتبع تعليمات المعلم والمعلمة بعض الأشياء لا ترمى مباشرة في الحوض إنما يكون لها طريقة مخصصة للتخلص منها التحليل والاستنتاج الآن صنف هل التفاعل طارد للحرارة أو مصد الحرارة وكيف عرفت ذلك؟ طبعا من خلال التجربة ستعرف الجواب ولكن الجواب سيكون التفاعل طارد للحرارة لأنك أساسا ترى حرارة وضوء وأيضا ترتفع درجة حرارة الماء إذن هنا لدينا تفاعل طارد سؤال الثاني لاحظوا استنتج صف المادة المتفاعلة ونواتج التفاعل الكيميائي هل استهلكت المادة المتفاعلة اللي هي شرائح البطاطس كليا هل احتراقت بشكل كامل؟ ما الدليل الذي يؤيد ذلك؟ طبعا البطاطس سيتفاعل بشكل كامل مع الأكسوجين ينتج لدي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والكربون غير المحترق لم تستهلك الرقاقة كلية ندلل ذلك على وجود السناج والرماد طبعا ابحث ما هي مكونات البطاطس وهم الموجودة الكيميائيا الموجودة في البطاطس حتى يعطيني ثاني أكسيد الكربون يقول بعد ذلك احسب كتلة الماء والتغير في درجة حرارته استعمل المعادلة المعادلة إذا قمنا بمراجعة الدروس السابقة نقول أن كمية الحرارة تساوي حرارة نوعية ضرب الأم في الدلتا تقوم بالحساب طبعا على حسب القيمة المعطالة ديك لو فرضنا أن الماء خمسين وهو أعطان إياها أساساً جرام درجة الحرارة مثلاً خمسطعش القيمة هنا ثلاثمائة وثلاثمائة ومتين وعشرين سيعطيني بعد التعويض الناتج كمية الحرارة تساوي ثلاثمائة ومتين وعشرين نحسب بعد ذلك حول نحسب حول كمية الحرارة من جول شريحة إلى سعر حرارة طبعا هنا لدينا عندما نعود للجداول التحويل ما بين السعر وما بين الجول بعد ذلك أحسب كتلة الحصة الحصة في الشرائح على حسب كم استخدمت لديك أساساً مع المعلم والمعلمة ستكون تعطيني بعض النواتج هنا تقريبية ولكن ممكن أن تعطيك قيمة معينة لديك في المختبر إلى هنا نصل طلابي للنهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته